أعلنت دول في حلف شمال أطلسي الناتو عن سحب مؤقت لقواتها والمتواجدة في الهراق وذلك على خلفية التصعيد بين إيران والولايات المتحدة إثر اغتيالي قائد فيلق القدس وقائد سليماني إلى ذلك اختتم الاجتماع الذي ينعقد في بروكسل لحلف شمال الأطلسي والذي تناول فيه الأزمة مع إيران بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا سوف نتحدث عن كيفية تعاملنا مع إعلان إيران بسحب الاتفاق النووي والتوقف عن الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي ما زلنا نرى أن هذه صفقة مهمة تمنع إيران من امتلاك غنبلة نووية لكننا لن نقف وننظر فقط بينما تعلن طهران انسحابها ولهذا السبب نجتمع اليوم لمناقشة الوضع